هاي بنات أهلاً فيكم في فيديو جديد على قناتي اشتاقت لكم كثير اليوم سيكون فيديو بناتي 100% من فترة صورت لكم ووصلني على الانستغرام أكبر كمية مكياج فسألتكم على الانستغرام إذا نفتحهم مع بعض و90% من الناس صوتوا أنو يس فقط قبل ما نبلش رف تعبوني عسابي الانستغرام لأنه في مفاجأة لكم بآخر الفيديو وهلأ قبل ما نبلش وورجيكم هذه الأشياء بنتيقومون أعمل تغفيري بقى رح كتعب أعزل البيت وهيك فشوفوا شكل لونه تكسروا فبديلو حط عليهم أي شي هيك بس أنو خبيها الجريمة اللي صارت هايرجا تلكون أقولولي إذا اتغطت الجريمة شوي مبعرف شو في شكل ضافيري والله بيرعب يعني فحبت اختار لون نيود يعني منشان ضافيري ما كتير يلفتو نظر ودوماً كمان بحب استخدام هاد الأويل هادا بجيبه من اسنز عن جد رائع هالفترة هيك عب يطلع لي هايك شغلات حوالين الضافير فهي الأشياء الناشفة إذا دهنتوها بهذا الزيت بتخف وبتروح المهم يلا خلونا نقوم ونبلش الفيديو وزا ما لكم مشتركين بالقناة شو مستنين يلا نزلوا اشتركوا حسنا يا جناس وقبل ما نبلش ورجيكم كل الماكياجات اللي وصلتني شي غلام بعتولي اياهون هدية ومالهم على أففيديو اليوم طلبوا مني انه اعمل تقييم لمنتجاتهم احكي عن اكتر خمس منتجات ما عجبوني واكتر خمس منتجات عجبوني وهاد الشي كتير غريب لانه بالعادة الشركات ما بيرضوا انه تحكوا عن منتجاتهم انه سيئة او شي ما عجبكن فلما طلبوا مني هذا الطلب كتير استغربت ومبساطت يعني بصراحة لانه بحب الشركات اللي عندها هاي المصداقية واللي بتحب تطور حاله اوكي رح مبلش باول منتج بحبه كتير كتير بشي غلام ويمكن هلأ اذا بيقطعوه كتير بزع العنجة اكتر منتج بحبه هو هاد الهايلايتر هاد البلاش اكيد بتعرفوه يعني هذا مشهور عالميا كل كل الميكوب ارتست بيستخدموه وبس تبلشوا تستخدمو هذا الليكويد بلاش اللي هيك بيجي سائل مستحيل بقا ترجعو وتحبو اللي بيجي بودرة لانه هاد سباتو كتير احسن عن جد يعني وقت بحطوه الصبح بيضل معي لاخر المساء وما بيروحو هلأ مستخدمتو من قبل بعتولي كل المجموعة تبعوه فانا اكتر شي حبيت هاي الدرجة اسمه ديفوتد هاي الدرجة الثانية يلي حبيتها هي هاي اسمه لاوف كيك لحظة ورجيكم ياهن اتنين اتن ثاني منتج بيستخدمو كتير هو الهايلايتر تبعون بيجي سائل كمان كتير كتير بحبوه لانه بيعطي شوفوها لحاطة منو بيعطي هيك لمعة خفيفة بتبين البشرة هيك دوي كأنه صحية ونضرة الدرجة اللي بيستخدمها منو اسمه تي كيك اذا خلطنا هيك بتحسوه عن جد كتير طبيعي رقم الثلاثة اللي بحبوه كتير من المنتجات شي غلام هو الفاونديشن هاد الفاونديشن اكتر شي حبيتو من الفاونديشينات اللي بعتوه لياهن شاردهم ثلاثة انواع في هاد البيج والاسود وهاد حكيت لك انه منقبل عن جد رائع وكتير كتير حلو بس خرج حفلات شوفوا بيجي هيكي للاسف ما بينفع يومي حسنتو بينفع للمناسبات او عندكن سهرة او هيك لانه تقطيتو كتير عالية وسميك لذلك اذا بدي صوت للفاونديشن بصوت لهذا اول شي هو مات انا بحب الفاونديشن يكون مات ثاني شي بريزابل يعني بتتنفس فيو البشرة وانتو حاطينو ما بتحسوه سميك عالبشرة واضح عليكم انو هاد الثاني سمكتو وتغطيتو اقل من هاد وهلأ عفكرة حاطة منو يعني كل الماكياج حاطته اليوم هو من شي قلم رابع منتج هو هاي اللوس باودر كتر لون حبيته وهالفترة كتير كتير عم استخدمه شو اسمو مكتوب هون اسمو بيسك من قبل كنت دوما استخدم اللوس باودر اللي بتجي شفافة بس اخر فترة صرت حسه كتير هيك عم بتعطي بياض تحت العين في الجديد هاي صارت ادماني اللوس باودر اللي بتجي الى لون كتير بتعطي شكل طبيعي المنتج رقم خمسة من المفضلاتي من شي قلم هو بلتات الايشادو عندهم هلأ شايفين الايشادو اللي عاملته هدول اكتر بلتتين حففيتهم يجوا الثيم تبعهم هيك مثل الكوكيز والكانديز وهي كتير كتير بحبة الوانها عن جد مستحيل ما تزبط مع اي حدا فأنا اليوم حطى الايشادو من هدول البالتتين شوفوا قدي الوانهم حلوة انا حكيت لكم على خمس شغلات بحبهم بس لسه في شغلات بحبهم والله يعني في شغلة والله العظيم بيستخد ما من قبل ما صير اشتغل معهم ويعملوا اعلانات عندي اذا بترجعوا بفيديوهاتي لولا لولا من سنة كمان حكيت لكم انه هذا اكتر ألم حواجب بحبه ودوما دوما من لما صرت استخد مصرته تقلولي انه حواجبك كتير صار شك لون مرتب لسه ما بتحطوا هيك على الايد فورا بيرسوا انا ما بجيب اللون الغامق بجيب اللون اللي اسمه بلونت فهيك بيطلع لون الحواجب طبيعي لانه اذا جبتوه نفس لون الشعرة بيطلعوا كتير غامقين تعالوا هلأ نحكي عن اكتر خمس مكياجات ما عجبوني اول شي من الاشياء اللي ما كتير حبيتها هي هاي علبة البلوش تجي بولدرا اللون حسيتو كتير هيك خفيف مقارنة بالليكويد اللي بيكون السائل السائل كتير بيجي لونه قوي المنتاج الثاني اللي ما حبيتو ابدا هو هذا بيجي مثل واكس للحواجب هو مهمتو انو تعملوا هيك بيقوم بيوقف الحاجب تبعكن لفوق شايفين الفرق شلون عن جد بيعمل الغرض المطلوب منو بس ليش انا كرحتو لانو شوفوا بعد ما تعملوا هيك هار شعراي من حواجبي لانو هو صاير دبئ فلما بتعملوا هيك بيشيل شوية من الشعر فمنشا هيك ما عاد رجعت استخدمتو بفضل استخدم دوما مسكرت الحواجب فهذا منتج سيء وما بنصحكم تجيبوه وتمنى منشي قلام انو يحسنوا منو اكتر منتج رقم ثلاثة اللي ما حبيتو هو المسكرة مع انو هاي المسكرة كتير كتير مشهورة عندن وكتير ناس حكوا عنا تجي هيك الى راسين راس مكسف والراس الثاني بيجي هيك بعري حسيتها مانا سبتني مانا من المسكرات اللي انو بيرجع بشتريون منتج اللي بعدو اللي ما حبيتو هو كمان هذا البلاش يجي من هون هيك مثل استيك وبالطرف الثاني بيجي مثل فرشاية مكياج منشان تدمجوه فيا بس انا بصراحة ما بعري ما حبيتو موسيقى اخر منتج رح ورجيكم اياه هو ليب اويل بتاعو نجربو اول شي شوفو هلا هو تأثيرو حلو بيعطي هيك مثل شكل بس الليب اويل تبع الشفايف دوما زيت الشفايف بيكون الغرض منو انو يعطي لمعة زائد ترطيب بس هاد بحسيتو عطر ترطيب ابدا وما بيخطر لي استخد موازه شفايفي منشفين هلا صار دور فقرتي المفضلة اللي هي فقرة الامبوكسين المهم خلينا نتفع عشغلك بما انو شيقلام كتير كتير كل فترة بيبعتولي مكياجات هذا المكياج كتير علي حابة اهدي حدا منكن جزء منو الشغلات اللي بدي اهديكم اياها ما رح افتحون هلا ورح احكي لكم الشروط اخر الفيديو هلا خلونا نفتح ونشوف شو في مكياجات بعتولي اياها وماني مجربتها من قبل اول شي هاي المجموعة هي مجموعة ارواج للشفايف فهاي ما رح افتحها اه مجموعة رموش مغنطيس واو كتير 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 هي جربون ولا مرة جربت الرموش المغنطيس بس انا يعني هالفترة حاطة رموش لاش اكستنشنز هادول التركيب للرموش ومعن ما بعرف شو هاد المفروض مغنطيس فمفروض ما في لاسق وهاد ملقط شوفوا والله كتير حلو او او في شهر هذا انا بعرف كتير مشهور كمان شفت كتير بلوغرز اللي بيعملوا ميكاب وهيك عبي يستخدموه شكله بيجي حلو شوفوه شكله بيجي كتير هيك يا لزيز بيجي هيك علبة شفافة ومعها هاي المعلقة من شان تشيلو فيها ما له ريحة ابدا هاد انا بحس من المنتجات ياللي ما بتبين غير على التجربة يعني لازم عن جد تجربوه قبل الفاوندايشن حتى تحكموا عليه هاي مجموعة برموش بيجي فيها مشكل ملون بيجي فيها هاي الأشكال الدراما والأشكال الناتشرال خيشوا يا ترى يا حظي من فر طلت لي هاي مجموعة الفلاش اللي ما كتير بحبه اللي بعده يا حظي منكم ان شاء الله تطلع شغلة حلوة وما عندي منك ويش ليكويد اي شادو تريو اه بيجي مجموعة اي شادو سائل من هادول اللي بيجي فيون غليتر وهيك نجرب واحد منهم حبيت هذا الذهبي فيري ووند هايلايتر بنسل بيجي هايلايتر على شكل ألم نجرب نحط منه هون اوه والله حلوو بيعطي هيك فتحها للعين اي بالزاوية يا جماعة بدي احكي شغلة ما بعرف ليش فيه كتير ناس بتحب تهاجم شركة شي قلام وشي إن معنو هدول الشركات عنجد بيوفروا شغلات لكل فئات الناس الفقير والغني واللي وضعوا وسط الكل بيقدر يشتري منهم فما بعرف ليش الناس بتضل بتنتقدن إنو هنن شركات صينية مع إنو أغرب الماركات اللي بنشتري منها مصنعها بالصين يعني مين بتكون اتش ان ايم زارة أبخم ماركة هلأ بتفكروا فيها مصنعها بيكون بالصين إنو فيه شركات أسعار غالية مو دوما لأنو الكواليتي عالية أحيانا بيكون السعر غالي بس كلمال اسم الشركة لأنو هنن متعودين إنو هذا الرينج الأسعار تبعون فدوما هيك السعر سواء المنتج منيح أو لا أنا كشخص بتعامل معهم تعاملون معي من أرقص شركات اللي تعاملت معها للإعلانات والله العظيم بدون كذب والناس بتابعوني على الإنستغرام من فترة حكيت بهالموضوع وحفظته بالهايلايت تبعي على الستوري بدي قوم أغسل إيدي لأنو صارت خريطة وبرجع لكم أوك عملت قهوة وجيت لحتة نكمل الأنبوكسنج مع بعض هاي البيوتي بلندر كمان بعضتوا اليها من قبل فما رح قفتتها اوكي هون عبشوف شغلات ثانية بعثته هذول بعتلي أكتر لونين بحفظة اللي حكيتلكم عنوان قبل شووي واف حكيتلكم انو اكتر شي حفات ديفواتيد ولاف كيك فهنا بعضتلي بس لونين وهن هذول اللونين كمان بعضتلي هايلايتر كمان اللي حكيتع انوان اللي قتلكم مفضل عندي بس هاي غير الدرجة هاي اسمها فانيلا فروست والبعده برونزر اسمه جولدن سن كمان البرونزر من هاي المجموعة اللي بيجي هيك الليكويد سائل يعني كمان كتير رائع بس انا لانه من الاشخاص المعندي وقت قاعد اعمل كونتور وهيك من شاهيك ما بيستخدموا انا قلت برونزر الكونتور لا الله ليش هيك عب خربت كتير تدا هذا الشي انا بحياتي ما استخدمته هو بادي هايلايتر يعني بينفعل الصيف او اذا عندكم عرسوا يبين شكلكون انه عملين برونزاج مع لمعة مش كمان بيبين على الكاميرا منيح شايفين اللمعة اللي عطاها لايدي وهون هاد القسم صار اغمى صار اغمى شوي من هاد القسم اذا عندكم مناسبة كتير فكرة حلوة سيتينج سبري ريحته جوز هند كأنه ريحته جوز هند معقول هذا بلش مع هايلايتر بس يعني بصراحة أنا قلت لكم تعودت على السائل وما عد بقى أظن أنه استخدم اللي بيجي بودرة هاي شغلة كتير بحبة الايلينر تبعون هذا هو الريشة كتير الرسم فيها سهل هاي ألم الحواجب بيجي من هون سائل من شان هيك من شان ترسمو حواجبكم شعر شعر من الطرف الثاني بيجي نفسه هاد الألم اللي حكيت لكم عنه بس أنا ما بعرف ليش دومان بجيب هداك ايوه ايوه يالله يالله في حدا بيعمل هيك بس لأنه مااني مستحك من حوالي كتير فوضى وقدامي على الطاولة في كتير قصصصار لونه حلو انا بحب الألوان اللي بتجي بين البني والزهري هاي من الأشياء اللي راح ايمها اوكي هادا بيجي هايلايتر اوه حلو والله وعلي بتو كتير حلوة هيك بتنحط بالشنطة هادا شو مكتوب عليه لب تنت يعني من هاي الألوان ياللي بتعطي صبغة للشفائب حلو شايفين حلو لونه حبيته لون ثاني منه هدا توقع بيجي على مش مشي اكتر اوه اوكي هاي شغلة بتوقع انا بحبه كتير هاي مسكرت حواجب تجي ما مجربتها من قبل تعالوا نجربها هاي الابليكيتر اللي بيجي هيك شكلة لما سكرت الحواجب بيحبه اكتر شي كل عادة بتغليف تبعه واو شايفين قديتشها مرتبة تحسوها مش شغل ديور او هيك شي وايك من هون بيجي مبين اللون اوكي هاي بارفا هاي اللي بتعمل نمش جربتها معكم من قبل بترا كتير تريند انه واحة يعمل نمش عوشه هاي كمان الريشة اللي بتحطوا فيي البلش السائل والهايلايتر بيجي شكلة متل قطة هيك ورجتكن ياها من قبل اوه هدا يلي قلتلكون ياه من اسوأ المنتجات يلي شلي شعر حواجبه اي لاش غلو صمغ للرموش فرش مكياج هاي تعم شوف شو هي اوه هي بتجي مجموعة كمان لرسم الحواجب اوه فرشاية فاوندايشن هاي غير هديك هاي شوفوا هيك بيجي شكلة مسطح اكتر كمان بيجي هايلايتر هاد وهاي سيتنج سبري مثل ورجتكن ياها قبل شوي اللي بتتبتوا فيها المكياج اوه هاي من الاشياء كمان اللي كتير بحبه بعتولي اها السنة الماضية وكتير كتير بحبه بتجي مثل بلاش وكريمي مانو سائم مكسر كل شي هاي غلتر الثاني شوف 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 شكلو هدا كتير حلو شوفوا هيك هلا معتو نعمة كتير وبقيان كتير كتير قصص ما لحب افتحون ما قلتلكم باول الفيديو بمانو انا كتير بيوصلني مكياج وهيك فحاب اهدي حدا منكن مجموعة مكياج من شي قلام هاي الهدية رح تكون مني مو من نون وطبعا يعني كل شي فتحته قدامكن هادامانو بالهدية اي شي فتحته وجربته طبعا ما حقبعته لحدا في شغلات وصلتني بهاي المجموعة وشغلات وصلتني من قبل كتير حلوة فحابة شاركه معكن واهديه لحدا من متابعيني كل اللي عليكم تعملو بس تروحوا ع حسابي الانستغرام وتعلقوا على اخر بوش تكتبو التام ورح اسحب الرابحة من الانستغرام ورح ابعتلي الهدية بحس انتو متل رفقاتي واخواتي والله بحب بشتهيكن يعني بحب انتو كمان تجربوا معي وبس والله ان شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم هلا بدي قوم ضب البيت قبل ما يجوا البنات هاي الشغلات هلا اذا شافوا البنات يعني رح يتحول كل شي لقط حين شوفكم في الفيديو الجاي باي باي